لازم نعرف ان التأمين الصحي الشامل خطته ان يغطي مصر في خلال العشر سنوات القادمة ليه؟ لان الخطة ان احنا نغطي مئة مليون مواطن على عشرين ثلاثين هيكونوا حوالي مئة عشرين او مئة خمسة عشرين مليون دول متواجدين المواطنين في سبعة وعشرين محافظة كل محافظة لها طبيعة خاصة ولها ظروف خاصة بيها جغرافيا وديموغرافيا واقتصاديا وكل المتغيرات يعني احنا صحيح ابتدينا ببرسعيد ويعني تعلمنا دروس كتير جدا ولكن حقيقة الامر كل ما بننزل محافظات جديدة كل ما بنكتسب خبرات جديدة بالوقتي بنشتغل في لقصر بنشتغل في الإسماعيلية بنشتغل في جنوب سينا بنشتغل في أسوان والسويس كل محافظة من هذه المحافظات لديها بنية أساسية في الخدمات الصحية هناك بعض المحافظات بتعتمد في المقام الأول على مستشفيات كتوزارة الصحة هي اللاعب الرئيسي وهي المستشفيات اللي بتقوم بها هناك بعض المدن فيها مستشفيات جامعية هي اللي بتقوم بأكتر من 50-60% للخدمات الصحية إلى جانب قطاع خاص كبير جدا وقوي جدا بيخدم أيضا المواطنين في محافظات مترامية الأطراف زي في إينا ولقصر مثلا وفي جنوب سينا بتبص تلاقي المسافات كبيرة جدا والوحدات الصحية مش ممكن أنها تغطي مساحة جغرافية كبيرة فلابد إن هذه الوحدات الصحية تكون موجودة قريبة من الناس عشان تقدم الخدمات الصحية الأساسية فهنا لابد إن الناس تستوعب وتعرف إن إحنا إحنا جايين جايين لكل المحافظات ولكن بتدرج تبقى للمراحل مرحلة الأولى اللي إحنا فيها بنشتغل عليها وبتخش تباعا والمواطنين بيسجلوا ولكن المحافظات التالية أيضا بدأ الشغل فيها وبدأ المستشفيات والقطاعات بدأت تجاهز نفسها عشان تدخل ولكن ده حياخد وقت فالمواطن دلوقتي تبقى للتأمين الصحي الشامل بيجوز له أن يستفيد من الخدمة الصحية التأمينية في المستشفيات المسجلة والمعتمدة والتي دخلت حيز التأمين الصحي الشامل ما بيخشش حيز التأمين الصحي الشامل إلا مستشفى مستوفية الشروط بالكامل وبدقة ومتابعة وده بيضمن إن هذه الخدمة التأمينية بتقدم بمعايير العالمية وبالمعايير الأمان والسلامة لكل مواطن فهنا المواطن لا فرق بين غني وفقير لا فرق بين موظف أو عمل حر كل الناس في حقوق إنه يخش ياخد الخدمة الطبية المتكاملة الصحيحة في التشخيص وفي العلاج لما بيخش يعمل عملية جراحية الكل سواسية على سرير العمليات وفي غرفة العمليات لما بيطلع في الإفاقة ويطلع بعد كده في الرعاية المركزة ويطلع في الخدمات الكل سواسية الغرف طبعا هناك مستوى معين في الغرف اللي هي مثلا الإقامة في غرفة بسريرين وبهذا المستوى ده متاح للجميع لو هناك بقى زيادات يعني أو هناك مثلا حد عايز غرفة منفردة أو أعلى درجة ده ممكن برضو متاح إنه هو يدفع هذا الفرق وياخده لو هو بيتكلم على راحة أكتر أو يعني إنما ده الأساس اللي هو يضمن الخدمة الجيدة جدا التي تؤدي إلى النتيجة المطلوبة الكل مشترك فيه والكل بيحصل عليه اشتركوا في القناة